برومو سبور نلعب نربح والربح بلادي مع برومو سبور ديما ربح مرحبا بكم من السبور لدي اخبار الرياضة من الراديو مات الابداية باخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وين اعلن كبير على اللاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مرتضى بالناس انه للاسف بش يكون غايب على كأسه من افريقيا الحالية رغم دعوته من المنتخب الوطني التونسي لأسباب قهرة بتبعى مرض بنته بتبعى نتمناولها الشفاء وان شاء الله تقوم بالسلامة الشيء اللي خلى الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اصدرته منذ قليل وتقول لأسباب عائلية قاهرة بانو الناس لن مشاركة في كأس افريقيا وتقول زيدا قرر المدرب الوطني جلال القادري اعفاء اللاعب مرتضى بنو الناس من مشاركة في النهايات كأس افريقيا لكرة القدم لأسباب عائلية قاهرة تحطم عليه البقاء لجانب ابنته في تركيا وبش يتخذ المدرب الوطني لاحقا قراره النهائي بتعويض بنو الناس او لبقاع المجموعة الحالية علما انه اه تقول الجامعة انه بتبيع الجامعة التونسية لكرة القدم بيشترسل قائمة النهائية للمنتخب اليوم باعتبار والتاريخ نهائي لارسائل قوائم الرسمية هذا وترجو بتبيع الجامعة التونسية لكرة القدم الشفاء العاجل والصحة والعافية لابنت مرتضى بنو الناس وتقول زادة كل التضامن مع اللاعب مرتضى بنو الناس وعائلته من جهتنا بتبيعه نتمنى والشفاء لابنت مرتضى بنو الناس ونقوله ربي معاك وربي قويك في المحنة هذه وبالشفاء العاجل ان شاء الله واحنا نحكيه على المنتخب كما تعرفوا البارح كان شراع في التحضيرات اللي مشاركته في نهايات كأس افريقيا اللي باش تقام في الكوديفور بداية من 13 جام في الحالي الحصة التدريبية دارت في ملعب الفرعي بيرادس بمشاركة 24 ملاعبي ومن المنتظرة حق الثوليثي علي معلول وانيس بن سيمان بالنسبة لحصة اليوم باش تكون مع الاربعة ونص في حين تتلقى حصة نهارة الخميس المبارجة من ملعب الفرعي بيرادس بداية من الخمسة ونص متى العشية وباش كون مفتوحة للاعلمين واحنا نحكيه على البطولة الوطنية كما تعرفوا اليوم الختام مع المرحلة الاولى نعطيكم البرنامج مع المقابلات اللي اه انطلقت تقريبا مجمولها منذ اه اربعة دقائق بس اثناء مبارات اولمبي البيجي والنادي الافريقي ان شاء الله باش تنتلقى اه قريبا نعطيكم البرنامج المستقبل السيماني واجه النجم الرياضي ساحلي اتحاد بن جردين قويف القفصة الاولمبي البيجي واجه النادي الافريقي والتراج الرياضي تونش يواجه السيابي النادي الرياضي سفيقس يواجه الاتحاد بن سيلي ونجم المتلوي يواجه مستقبل المرسى الى حد الان فما افتتاح اه نتيجة البن جردين سجل الهدف الاول قدام القويف الرياضية بقفصة تقريبا في اه خمسة دقائق اه لعب من المبارات باستثناء المبارات بن جردين وقفصة فانه ما زالت الى حد الان تقريبا مجمولها في الخمسة دقائق اللعب من التعادل 0-0 وفي انتظار بالتباع عن انطلاق مبارات الاولمبي البيجي والنادي الافريقي بالنسبة للنقل التالف هزي اللي حبيل تحققه يتفرش المبارات الاولمبي البيجي والنادي الافريقي اللقاوها الوطنية الثانية على الساتيليت تيال ساد والسليمان والنجم الرياضي الساحلي على الوطنية الثانية والسياسيس والاتحاد الرياضي المنسيلي المباراة التي تلقوها على الوطنية الأولى يحتضن ملعب البشير بمدينة المحمدية انتلاقنا من الـ 420 نحكيه على المغرب دربي الدار البيضة بين الويداد ونظير والرجاء في مستهلة مباراة الجولة 14 من البطولة الاحترافية لكرة القدم ارتباع تشويق وإثارة في مباراة اليسعى فيها كل من الفريقين لتقاس مصادرة مع الجيش الملكي بـ 27 نقطة الى مواصلة تصدر لترتيب البطولة فيما يمتلك نادي الويداد اللي يحتل المركز الثالث براسية 23 نقطة حضوض الاقتراب من أندية المقدمة نذكره ان فوز بنزار للمدير الفني للويداد حصل على تصريح رسمي بقياد الفريق من المقاعد البودلاء بعد انتهاء مدة العقوبة اللي كانت تعرض لها بدل الاختصاص نحكيه هوند تعاقد اللاعب الدولي مرون شويرف مع نادي النور السعودي لمدة 6 أشهر قادما من الفريق والسربي شويرف لعب مع الفريق السعودي مدة أسبوعين بنظام الإعارة في كأس العالم أندية 2023 في السيبر جلوب نذكره ان شويرف يتواجد حاليا مع المنتخب التونسي استعدادنا المشاركة في كأس إفريقيا نرجعه نذكره ان المباراة تنتلقت الخاصة بالجولة الختمية مرحلة الأولى النجم الرياضي الساحلي يفتتح التهديف قدام المستقبل السليمين هدف مقابل سفر ونذكره انه بن جردين متقدم على قفصة واحدة بلايش وبقيها التعادل سفر سفر بين الفريقين كانت هذه أخبار الرياضة قدميكم معاذ شريف إلى اللقاء اشتركوا في القناة